كثير منكم قد لا يعرف من هي الأميرة بسمة بنت سعود ولم يسمع بقضية احتجازها الأميرة بسمة هي الابنة الصغرى للعاهل السعودي السابق سعود بن عبد العزيز الذي حكم المملكة من عام 1953 وحتى عام 1964 عندما أطاح به شقيقه الملك فيصل هي كاتبة وناشطة حقوقية عرفت بأنها داعية بارزة للتغيير والإصلاح الدستوري في المملكة لكن أراءها لم تكن دائما تتماشى مع نهج العائلة المالكة ها هي مثلا تتحدث لبرنامج بلا قيود منذ عامين تقريبا عن التغييرات التي تشملها رؤية ولي العهد محمد بن سلمان أنا أؤمن بالتدرج وأؤمن بالديبلوماسية في إحداث أي نوع من التغيرات في أي بلد يوجد نوع من السرعة والتوجه السريع إلى إحداث التغيير من غير دراسة ووافية للهوية المحلية هذا اللقاء كان من أواخر اللقاءات الإعلامية التي ظهرت بها بعدها بعدة أشهر اختفت الأميرة عن الأنظار ثم ظهرت تقارير غير مؤكدة هذه إحداثة على موقع ديتشيفيل الألماني يرجح أن الأميرة راهن الإقامة الجبرية في الرياض بعد محاولتها السفر من البلاد بصحبة ابنتها في مارس آذار العام الماضي الآن وفي خطوة غير معتادة من أحد أفراد العائلة المالكة السعودية غردت الأميرة بسمة تناشد العاهلة السعودي بالإفراج عنها فكتبت هذا ما كتبت أناشدك عمي الملك المفدى سلمان بن عبد العزيز آل سعود أطال الله بعمرك وولد عمي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد من أين تناشدهما من الإقامة الجبرية هي تقول أنا موجودة حاليا بسجن الحائر وحالة صحية متدهورة جدا قد تؤدي إلى وفاتي ولم أحصل على أي عناية طبية أو استجابة لأي طلب لا أعلم إذا كان لديكم علم بوجود بالسجن لغاية الآن مع ابنتي سهود الشريف الرجاء النظر بأمر لإطلاق سراحي وتلقي العلاج المناسب سجن الحائر الذي تتحدث عنه الأميرة وهذا وهو أكبر السجون السعودية ومعظم نزلائه مدانون في قضايا إرهاب أو سجناء سياسيون صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية تحدثت إلى أعضاء من عائلة الأميرة وقالوا على الأرجح تم اعتقال الأميرة بسبب انتقاداتها الجريئة للانتهاكات التي تحدث في المملكة وأنها كانت تطالب بميراثها عن والدها الذي جمدته السلطات يعتقد أن هذا الميراث يشمل مليارات الدولارات فضلا عن الأراضي والبيوت والمجوهرات حتى الآن لم تصدر السلطات السعودية أي تعليق على قضية الأميرة أو ما كتبته في تغريداتها بل اختفت هذه التغريدات من حسابها على تويتر منذ بضع ساعات إذا دخلتم على هذا الحساب ستجدون آخر تغريدة لها كانت في تموز يوليو العام الباضي